اشتركوا في القناة من الجنسين بأصول العمل البرلماني والبلدي وتعزيز بفهوم المسؤولية والشراكة الوطنية بما يهيئ الشباب ويدمجهم في مسارات الحياة العامة احتضنت مدينة الشباب 2030 النسخة الثانية من فعاليات صوت الشباب الذي تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة ضمن نشاطاتها في المدينة وذلك من باب حرصها لرفع وعي الشباب من الجنسين بأصول العمل البرلماني والبلدي وتعزيز مفهوم المسؤولية والشراكة الوطنية بما يهيئ الشباب ويدمجهم في مسارات الحياة العامة ويبلغ عدد المشاركين في برنامج صوت الشباب 20 مشارك من الجنسين حيث سيسهم البرنامج في إبراز إمكانيات وقدرات وثقافة الشباب البحريني ويدمج الشباب في المجتمع بالإضافة إلى اكتسابهم المهارات البرمانية اللازمة للوقوف على احتياجاتهم وطموحاتهم الشبابية ويجتمل البرنامج على عدد من الورش التي ستقام على عدة أيام أبرزها دور المرأة في مواقع صنع القرار ومشاركتها السياسية تاريخيا بالإضافة إلى دور مجلس النواب واللجان العاملة فيه والمهام التي يقومون بها وكيفية إعداد البرنامج الانتخابي وشروط وضوابط الدعاية الانتخابية هذا وقد جرى فتح الباب للترشح للانتخابات التي تجرى يوم السابع عشر من أقصص الجاري لاختيار ثمانية أعضاء بهدف تطوير مدينة الشباب 20-30 في النسخة المغبلة طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة